ومعنا من القاهرة الكاتب الصحفي العزب الطيب الطيران بك سيد الكريم في البداية ما هي انعكاسات محاولات السلطات في الدوحة وسعيها المستمر إلى تاليب الرأي العام ضد المملكة بشكل عام والمجتمع السوداني بشكل خاص بسم الله الرحمن الرحيم دعني أشير بداية إلا أن هذه المحاولات عبثية ولن يكون لها كبير مردود على تقديم الدعم والإسناد لموقف السلطات القطرية ولكن قد يضر بها على المدى المتوسط والبعيد ربما تكسب القطر هذا الشخص أو هذا التيار السياسي هنا أو هناك بحكم ما تنتهجه من منهجية الدفع والاحتواء الدفع المالي أقصد والاحتواء وفتح أبواب الجزيرة لمثل هذه الرموز ولكن على المدى المتوسط والبعيد ستكون النتائج سلبية على قطر وعلى من يرتمون في أحضانها في محاولة لتحسين صورتها سواء في المنطقة العربية أو في بعض الدول واستوقفنا بالتحديد عن حات الصادق المهدي هو أولا رئيس حزب الأمة وبالمناسبة ظل على مدى السنوات ربما العقود السلاسة الماضية صديقا لقطر والدوحة وضيفا دائما على مؤتمراته خاصة مؤتمر الديمقراطية الذي كان يعقد كل عام وأنا شخصيا كنت أتابع هذه المؤتمرات بحكم وجودي كمراسل الأهرام في الدوحة وكان مقربا جدا من السلطات في قطر ويحظى برعاية خاصة في نفس الوقت نستقيم فيها الدوحة علاقات قوية مع حسن الترابي قبل رحيله ومع الحكومة السودانية والأطراف السلاسة حتى بعد خلاف الترابي مع الرئيس البشير والأطراف السلاسة يرتبطون جميعا إلى ما يسمى بالإسلام السياسي في السودان مع اختلاف المساميات ومن ثم العلاقة الدوحة بهزين الطرفين في السودان على حزب الأمة والحركة الإسلامية سواء بقيادة الترابي أو بعد إزاح الترابي منها ظلت علاقة قوية وهذا يدل على أن قطر تجمع بين المتنقضات حتى داخل الدولة الواحدة وفي إطار وفي هذا السياق أتفضل اسمح للسيد الكريم استمرار قطر في نهجها وتصعيدها للعلاقة أو التكليب العلاقة ما بينها وبين دول الخارج والدول العربية الدائمة لمكافحة الإرهاب إلى متى من وجهة نظرك كاتب صحفي ومتابع للمشهد حاليا إلى متى ستستمر قطر في سياساتها ومراهقتها السياسية بدلا من العودة إلى الصف العربي والخارجي والنقاش بشكل حيادي ودبلوماسي والرجوع عن ما تفعله في المنطقة ستظل الدوحة متمسكة بما أسميته أنا أقسم مرة سواء في كتباتي في الأهرام أو في لقاتي حتى مع قناتكم مستمرة في التمسك بمنهجية العناد والمراوغة طالما أو ما دامت تستند أولا ودعني أقول صريحا إلى الموقف الأمريكي المراوغ أيضا الغير واضح والغير محدد والذي يشكل كل من وزير الدفاع وزير الخارجية ووزيري الخارجية والدفاع نقطة النقطة الوحمارية وهما يتناقض مع ما يصرح بها الرئيس الأمريكي ترامب شخصيا عندما أكد غير مرة وطالبت دوحة أكثر مرة بالعودة عن دعم الإرهاب وتكلم بحدة حتى خلاء بعد المؤتمر بعد القمة العربية السلامية الأمريكية التي عقدت في الرياض في شهر مايو الماضي ثانيا الموقف الأوروبي أيضا الغير واضح والذي يقوم على أسباب اقتصادية بحتة الأوروبيون الأمريكيون يتهفتون على مدى الدوحة من صروات وبالذات في قطاع الخاص والاستثمارات كل ذلك يتفعهم إلى عدم وضوح موقف وهو ما بعث للدوحة برسالة خاطئة أنها في الاتجاه الصحيح بينما هذه الدول الأوروبية وأمريكا عانت أكثر من غيرها من الأعمال الإرهابية وكما قيل وثبت بالبرهان أن قطر كانت تأوي أحد قيادات العملية الإرهابية في 2001 واحد وبالتالي هذا عنصر مهم يجعل قطر متمسخة بمواقفها ومراوغتها فضل عن ذلك يتراهن على الموقف الإيراني الذي بات واضحا في إسناده لقطر ثم إلى الدعم والإسناد العسكري التركي الذي وصل إلى حد إقامة قاعدة عسكرية وتزويدها خلال الأيام الأخيرة بالمزيد من القوات والعتادة العسكرية هذه الأمور جميعها سوف تجعل قطر ربما تتمسك بمواقفها أنا في تقدير لمدة سياسة شهور وستة شهور أشهر أخرى إضافية ولكن على المدى البعيد في ضوء المواقف القوية للدول الأربع والتي ثبت آخرها في ميان المنامة وثم الحراك الدولي باتجاه رفض الإرهاب سيجعل الدوحة في الأخير تقبل بمطالب الدول الأربع وتتعامل بقدر كبير من الموضوعية حتى تحافظ على الدولة القطرية ذاتها وتحافظ على مصالح شعبها وعلى صرواتها وإلا فإن الأمور سوف تأخذ أشكال أخرى قد تدفع القيادة القطرية أثمانها فيما بعد شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي كنت معنا من القاهرة السيد العزب الطيب الطاهر معلقا على القضية القطرية شكرا جزيلا لك